أعزائي الطلبة والطالبات تخصص زخرافة وعلان أهلا بكم في مادة تخطيط ودورة إنتاج للصف الثالث احنا طبعا تناولنا الحلقات السابقة دراسة الجدوى وكيفية عمل دراسة جدوى لمشروع لأحد الورش الصناعية في دهانات النهاردة هنتناول مجموعة من القوانين طبعا كلنا تناولناها العام الماضي فاحنا بنذكر بعضينا بهذه القوانين اللي هي طبعا هناخد قوانين الأشكال الهندسية المسطحة والحلقة القادمة ان شاء الله هنتناول برضو قوانين الأشكال الهندسية ولكن المجسمة من خلال مجموعة من المساقط هنبدأ نحلل هذه الأشكال أما النهاردة هناخد طبعا الأشكال الهندسية المسطحة وطبعا كلنا عارفين طبعا هذه الأشكال منها طبعا المستطيل والمربع والمسلس بأنواعه سواء كان متساوي السقين أو قائم الزاوية أو متساوي الأضلاع وكذلك طبعا متوازي الأضلاع وكذلك برضو المعين والأشكال المضلعة المنتظمة زي المسدس والمخمس والمسبع والمتمن كل دي أشكال هنبدأ نتناولها مع بعضنا طيب أما نبدأ نتكلم عن الأشكال إحنا عندنا أول شكل من الأشكال المسلس أول شكل من الأشكال المسلس المسلس طبعا في عندنا مسلس متساوي الساقين في مسلس متساوي الساقين يعني الساق ده بيساوي الساق ده وفيه عندنا مسلس اللي هو قائم الزاوية مسلس قائم الزاوية بالنسبة للمسلس متساوي الساقين أو متساوي الأضلاع اللي هو قدامنا أي شكل مسطح أضلاع كلها متساوية سواء كان المسلس اللي قدام عينينا ده أحوات بيكون طول الضلع في نفسه طول الضلع في نفسه طول الضلع في نفسه طول الضلع في نفسه طيب اما يبقى طول الضلع في نفسه اما يبقى طول الضلع في نفسه يبقى ضاد تربيع ضاد تربيع طيب احنا بنقول ان الاشكال اللي اضلعها متساوية الاشكال اللي اضلعها متساوية بيكون طول الضلع في نفسه في العدد الثابت العدد ايه السابت طيب يعني يا مستر بتقول ان الاشكال اللي هي اضلعها متساوية بالنسبة للاشكال المسطحة بيكون لها عدد ثابت ايه هو العدد الثابت ده العدد الثابت بيختلف من شكل لاخر بيختلف من شكل لاخر طيب يا مستر بالنسبة للمسلس متساوي الاضلع المسلس متساوي الاضلع العدد الثابت بتاعه كام ربعمية تلاتة وتلاتين من الف ربعمية تلاتة وتلاتين من الف طيب كويس يبقى احنا عرفنا كده المسلس متساوي الاضلع اما نجي نجيب نساحته كلها بنقول طول الضلع في نفسه اوضاع التربيع في العدد السابت اللي هو ربعمية تلاتة وتلاتين من الف طيب الشكل التاني اللي هو ايه اللي هو المسلس قائم الزاوية او متساوي الساقين او متساوي الساقين طيب متساوي الساقين طبعا بيختلف متساوي الساقين طبعا بيختلف طيب اما نشوف كده متساوي الساقين متساوي الساقين يعني الساق ده ادي الساق ده وله قاعدة وله ايه قاعدة يعني ده ادي ده وله قاعدة طيب القانون بتاع متساوي الساقين والمثلث قائم الزاوية والمثلث قائم الزاوية بيقولي القاعدة في الارتفاع على اثنين او نص القاعدة في الارتفاع علشان برضو الناس ما تبقاش مطلق بطر تعرف ان ده هو ده طيب لو احنا حبينا نختصر القانون ده ويبقى مش القاعدة في الارتفاع يبقى نص قاف في عين قاف اللي هي ايوة القاعدة وعين اللي هو الارتفاع اللي هو دايما بيكون عمودي على القاعدة عمودي على القاعدة كويس تمام طيب يا مستر احنا ممكن بدل منقول نص قاف في عين ممكن نقول قاف في عين على اثنين ايوة صح يبقى يبقى ده صح وده صح طيب كويس يبقى كده عرفنا مساحة المسلس متساوي السقين او قائم الزاوية وكذلك المسلس متساوي الاضلاع بيقول لي اهو قائم الزاوية او متساوي السقين بيقول لي قاف في عين قاف في عين المفروض في ايه على اثنين على اثنين قاف في عين على اثنين طيب نيجي للشكل التالت اللي هو ايه برضو متساوي الاضلاع برضو متساوي الاضلاع طيب الشكل اللي هو متساوي الاضلاع ده اللي هو المربع اللي هو المربع المربع اضلاعه متساوية المربع اضلاعه ايه متساوية طيب يعني الاربع اضلاع قد بعضيهم الاربع اضلاع ايه قد بعضيهم طيب مساحته ايه مساحته ضاد ايوه ما احنا قلنا ان الشكل المسطح اللي اضلاعه متساوية يبقى طوله الضلع في نفسه ضاد تربيع خلاص بقى مش هنكتب طوله الضلع في نفسه تمام ضاد تربيع في ايوه سمع واحد بيقول لي العدد السابق طيب العدد السابق بتاع المربع كان واحد العدد السابق بتاع المربع واحد طيب كويس يبقى احنا عارفنا مساحة المربع طيب لو انتقلنا لمساحة ايه ايوه المستطيل المستطيل له اربع اضلاع ولكن الضلعين المقابلين لبعض قد بعضيهم يعني الضلع ده والضلع ده يعني قد بعضيهم وموازيين لبعض وكذلك الضلعين التانين طيب مسحته ايه طبعا بنسمي الضلع الكبير الطول والضلع الصغير العرض طيب يبقى مسحته ايه الطول ايوه الطول في العرض الطول في العرض طيب كويس ما نيجي ننتقل لاشكال اخرى ايوه ده ايه ايوه سأنا واحد بيقول لي شبه منحرف شبه منحرف طيب الشبه المنحرف ده الشبه المنحرف ده له قاعدة عليا وله قاعدة سفلة القاعدة العليا القاعدة العليا يعني شبه منحرف شبه المنحرف شبه المنحرف له قاعدة صغرى وقاعدة كبرى وله ارتفاع وله ايه ارتفاع وله ارتفاع طيب كويس طيب مسحته ايه ما احنا لسه بنقول ان له قاعدة صغرى وكبرى صغرى والكبرى طيب مسحته بتساوي القاعدة الكبرى زائد القاعدة الصغرى على اتنين قاعدة الكبرى على القاعدة الصغرى القاعدة الكبرى زائد القاعدة الصغرى على اتنين وكل ده في ايه في الارتفاع في ايه الارتفاع طيب يا مستر احنا ممكن بدل القانون ما يبقى بالشكلينvida نعمله بالرموز ايوه ممكن نعمله بالرموز يبقى قاف شرطة او قاف زائد قاف اتنين على ايوة على اتنين على اتنين في الارتفاع في ايه الارتفاع يبقى مساحة شبه المنحرف مساحة شبه المنحرف مساحة شبه المنحرف بتساوي قاف شرطة زائد قاف شرطتين على اتنين طب يا مستر لو احنا ما حطناش الشرطة دي تمام ما هي قاف من غير شرطة عادي يبقى قاف واحد في عين اللي هو الارتفاع واحنا اتفقنا اللي الارتفاع اللي هو عمودي على القعدة عمودي على الايه القعدة طيب كويس كده احنا عرفنا مساحة شبه المنحرف طب اما نيجي ننتقل لشكل تاني ايوا اللي هو ايه متوازي الاضلاع متوازي الاضلاع ادي متوازي الاضلاع نعملهم من فوق هنا كده ادي متوازي الاضلاع طبعا متوازي الاضلاع له اربع اضلاع هو شبيه المستطيل ولكن مائل به زاويتين منفرجة وزاويتين حدين مقابلين لبعض طيب كويس طيب له قاعدة طبعا دي قاعدته او دي قاعدته بس احنا طبعا دايما القاعدة بتكون من اسف طب فين ارتفاعه هادي ارتفاعه اللي احنا ايوا اتفقنا انه عمودي على القاعدة طب مساحته ايه يا مستر مساحة متوازي الاضلاع بتساوي القاعدة ايوا في الارتفاع طيب نستغنى عن نحط الرموز ايوا يعني قاف في عين قاف في عين طيب كويس يبقى احنا عرفنا كده مساحة متوازي الاضلاع ومساحة شبه المنحرك طب نبدأ ننتقل لشكل تاني اللي هو ايه المعين اه المعين بقى جماعة شابيه برضو المربع بس معمول كده ايه زي الايه بيميل برضو طيب بيميل بيبقى شكله كده له اربع اضلاع ممكن متساوي طيب وفي نفس الوقت له قطر اكبر وقطر اصغر قطر اكبر وقطر اصغر طيب مساحة ايه مساحة المعين بتساوي القطر الاكبر القطر الاكبر ايوة في القطر الاصغر ادي الاكبر ودي الايه الاصغر طيب على اتنين على ايه اتنين طيب لو احنا استغنينا عن الجدوى القانون بالشكله ده وعملناها بالايه ايوة ممكن اقول قاف في قاف يعني القعدة القطر الاكبر في القطر الاصغر على اتنين طيب لو حد عمل القانون بالشكله ده نص قاف في قاف شرط او شرطة ايه صح صح يعني ده صح وده صح اللي عاوز تطبق بيه تطبق المسائل اللي انت هتطبقها من خلال الكتاب طيب يبقى عندنا بالنسبة لقانون المعين بيقول لي القطر الاكبر في القطر الاصغر في نص اه اهو احنا كتبين قانون من القوانين اللي احنا كتبينها هنا طيب الرابع ايوة الشكل الرابع بقى الناس ايه تركز معايا شوية لان الشكل ده هنتناوله كتير اللي هو ايه الدائرة الدائرة يا جماعة لها مركز تمام المركز ده بنرمز ليه برمز ميم طيب اي ضلع اي ضلع احنا هنعمله على محيط الدائرة هنعمله على محيط الدائرة مارر بالمركز يعرف بايه ايوة سأنا واحد بيقول لي القطر يبقى الضلع اللي احنا هنعمله يمس محيط الدائرة من الجهتين يعرف بالقطر ولازم يكون ايه مارر بالمركز كويس تمام طيب لو احنا خدنا من المركز من جهة واحدة ونزلنا على محيط الدائرة او طلعنا على محيط الدائرة المهم ايه نصف واحد او جزء واحد يعني الجزء ده تمام يعرف بايه باسم نصف القطر نصف الايه القطر طيب المركز ده بنرمز ليه برمز مين طيب هل في زاوية هنا اه طبعا ده فيه زاوية اسمها الزاوية المركزية الزاوية المركزية الزاوية المركزية هنا يعني لو احنا عملنا دائرة كده صغيرة اسمها الزاوية المركزية طيب الزاوية المركزية دي ايه الزاوية المركزية احنا عارفين ان الزاوية المركزية 360 درجة 360 درجة طيب احنا كده عارفنا ان في حاجة اسمها الزاوية المركزية وعارفنا قطر الدائرة وعارفنا نصف قطر الدائرة طيب كويس طيب في ايه تاني بيقول لي في نفس الوقت عندي بجانب القطر ونصف القطر في رمز يعرف بطه ايه هو طه ده طه ده شبيه العدد السابت بالنسبة للدائرة ممكن نرمز ليه ب22 على 7 او 3 و 14 من مية او 3 و 14 من مية طيب احنا هنحتاج ده طبعا لو انا عاوز اجيب مساحة دائرة لو انا عاوز اجيب مساحة دائرة يبقى بعمل ايه بقول طه يبقى مساحة الدائرة مساحة ايه الدائرة بتساوي طه نق تربيع وإحنا عرفنا كلمة تربيع دي يعني ايه يعني ايوه يعني نصف القطر هنا في نصف القطر نصف القطر في نصف القطر كويس يعني لو فصرنا الكلام ده هيبقى طه في نق في نق دي مساحة ايه دي مساحة الدائرة طيب عندنا بقى بالنسبة للمحيط بالنسبة ايه للمحيط محيط الاشكال الهندسية المسطحة بيساوي ايه ايوه جميع اطوال اضلاعه يعني ايه جميع اطوال اضلاعه يعني لو مربع ولوه اربعة اضلاع اجمعهم يديني المحيط طب لو مسلس ولوه تلات اضلاع اجمعهم يديني المحيط طب لو مستطيل برضو اجمع الطول زائد العرض في اتنين لان في طول تاني وفي عرض تاني في اتنين تمام طيب يبقى محيط الشكل المسطح سواء كان شبه منحرف مربع مسلس مستطير معين متوازي اضلاع كل الاشكال المسطحة ديك محيطها مجموع اطوال اضلاعها مجموع اطوال اضلاع يعني اجمعهم مع بعضيك طيب كويس جدا الا 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 تاوي طه قاف طيب قاف دي اللي هي ايه ايوه اللي هو القطر اللي هو القطر القطر بنرمز له برمز قاف ونق بنرمز له باللي هو نصف ايوه اللي هو نصف القطر يبقى طه قاف اللي هي محيط الدايرة محيط الدايرة او برضو اتنين طه نق هنا القطر طب انا بقول اتنين طهنق يعني نصفين قطر مجموعين نصفين قطر ايه مجموعين طيب كويس يبقى احنا عرفنا الدايرة والاجزاء اللي جوه في الدايرة اللي هي القطر اللي هو نصف القطر فيه طبعا وطر وخلافة طيب لكن احنا هنركز في الحاجات ديت عشان هنجدها فيما بعد يبقى مساحة الدايرة طهنق تربيع زي ما احنا قلنا طيب ايه المدلعات المنتظمة المدلعات المنتظمة رجعنا لها بقى بس هنا عندنا ايه احنا عندنا مدلع منتظم زي المخمس وزي المسدس وفيه برضو عندنا المسبع ولكن احنا طبقنا القانون او جبنا القانون العام للاشكال المدلعة طب يا مستر هو الاشكال المدلعة دية المنتظمة اللي اطلعها منتظمة المتساوية هل هي برضو اما نجي نجيب محيطها مجموعة اطول اطلعها ايوة نجمع اطولها وبيبقى ده المحيط طب ايه المساحة ايوة سامع بيقول واحد المساحة بتساوي ضغط تربيع لاي شكل من الاشكال اللي اطلعها متساوية فيه ايوة في العدد السابت فيه العدد السابت طب هو العدد السابت سابت لكل الاشكال لا طبعا يعني انا عندي مثلا لو قلنا المخمس المخمس مثلا الاطلع دي الخمسة اد بعضيها الاطلع الخمسة ايه اد بعضيها طب والمسدس برضو اد بعضيها ستة برضو اد بعض تمام طيب مساحتها سواء كان المخمس او المسدس مساحة الشكل المضلع المنتظم تمام بيساوي ضاد تربيع فيه العدد الثابت طب كويس يعني لو قلنا مخمس يعني مساحة المخمس بتساوي ضاد تربيع فيه العدد السابت بتاعه كام واحد اتنين وسبعين طيب المسدس بيساوي ايوة ضاد تربيع فيه العدد السابت بتاعه كام اتنين وستة من عشر اه يبقى نخلي بالنا بقى ان العدد السابت بتاعه كل شكل من الاشكال المضلعة المنتظمة اللي المسطحة بيكون له عدد سابت يختلف عن التاني طيب احنا عندنا بعد كده المتمن وعندنا المسبع ولكن في الغالب الاشكال البسيطة دي اللي احنا بنتناولها في المؤيسات بتاعتنا او المؤيسة اللي بتنترح علينا علشان نجيب مساحتها طيب يبقى نشوف كده عندنا القانون بتاعنا اللي احنا كتبنا دلوقتي ايوة مساحة المضلع المنتظم ضاد تربيع فيه العدد السابت والعدد السابت زي ما احنا قلنا بيختلف من شكل لآخر ادي المسلس ودي المربع واحد ودي المخمس واحد واثنين وسبعين ودي المسدس اتنين وستة من عشرة ودي طبعا المسبع تلاتة تلاتة وستين و المتمن اربعة تلاتة وتمانين من مية كده يبقى احنا 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 تعرفنا على العدد السابت بتاع الاشكال اللي في الغالب ممكن نتناولها طيب دخلنا بقى لجزء تاني خالص احنا قلنا بالنسبة للدائرة انها نتناول اشكال منها طيب كويس طيب اما نيجي للدائرة ونتناول اشكال اخرى منها هنجد ان في حاجة اسمها قطاع دائري طيب ايه هو القطاع الدائري اما نيجي نعرف القطاع الدائري هنقول القطاع الدائري هو الجزء المنحصر بين نصفي قطر هو الجزء المنحصر بين نصفي قطر يعني ايه الجزء المنحصر بين نصفي قطر يعني انا عندي دايرة انا عندي دايرة ودي المركز بتاعها طيب لو انا جيت كده وجيت كده اصبح الجزء دا المنحصر بين ايه نصفي قطر ما احنا لسا علين ان من المركز لمحيط الدايرة يعتبر نصف قطر يبقى دا نصف قطر وده نصف قطر الجزء المنحصر دا اسمه القطاع اسمه ايه القطاع الدائري طيب القطاع الدائري دا جماعة احنا مش عاوزين نحفظ احنا عاوزين نفهم دلوقتي انا القطاع الدائري دا جزء من ايه ايه واسمه واحد بيقول لي جزء من دايرة كويس او يبقى انا لازم اجيب مساحة الدائر يبقى انا لازم اجيب مساحة الايه الدائر طيب كويس في حاجة تانية احنا قلنا ان الزاوية المركزية كان 360 درجة الله طيب هو في زاوية بالنسبة للقطاع طبعا زاوية القطاع اللي هي منحصرة بين نصفي القطر هنا دي اسمها زاوية القطاع طب هي زاوية القطاع دي لها رمز طبعا بنرمز لها برمز نون يبقى كده بقى نوضح يبقى نون بتساوي زاوية القطاع كويس كويس طيب وإحنا قلنا 360 بتساوي ايه ايوه سمع واحد بيقول لي الزاوية ايوه المركزية كويس طيب احنا قلنا من شوية ان نساحة القطاع الدائري اللي هو جزء من ايه ايوه من دايرة يبقى لازم اقول ايه يبقى مساحة القطاع ايوه بتساوي بتساوي ايه بتساوي الطه نق تربيع اللي هي مساحة ايه مصدر اللي هي مساحة الدائرة كلها مساحة الدائرة ايه كلها في ايوه نون على تلتمية وستين درجة على تلتمية وستين درجة اه يعني طه نق تربيع يعني مساحة الدائرة في نون على تلتمية وستين درجة تديني مساحة القطاع الدائري اللي هو الجزء ده طيب مساحة القطاع علشان اجيبه لازم يكون مديني زاوية القطاع لازم يكون مديني زاوية الايه القطاع ولازم يكون مديني الزاوية المركزية او لو مش مدهالي انا خلاص انا عارف ان الزاوية المركزية اللي هي تلتمية وستين درجة طيب نبدأ نشوف كده الكلام اللي احنا قلنا مساحة القطاع الدائري مساحة القطاع الدائري بتساوي طهنق تربيح اللي هي مساحة الايه الدائرة ككل اه دي القطاع الدائري اللي هو قدامنا بلازرة منحصر بين ايه نصفي قطر طيب وهنا فيه زاوية اللي هي ايوة اللي هي زاوية القطاع اللي بنرمز لها بالرمز ايه نون طيب يبقى طهنق تربيع فيه نون على تلتمية وستين درجة نون على تلتمية وستين درجة طيب كده خلاص انا عرفت مساحة القطاع الدائري طيب هنتقل لشكل تاني الشكل التاني اللي هو قدامنا لو احنا خدنا بنا هنجد انه هو عبارة عن ايه عبارة عن برضو دايرة عبارة عن دايرة والمركز ونصفي ايه ايوه نصفي القطر ووطر ووطر خويس اوه يبقى الاسم ايه بقى ده اسمه القطعة الدائرية جزء من القطاع جزء من ايه من القطاع طيب عاوز اجيب مساحتها طيب ما هو احنا نبص كده في الشكل نفهمه اكتر اولا انا عندي كده قطاع وبعدين اما اتقسم بقى جزئين بقى عندي جزء مسلس وجزء ايه قطعة دائرية منحصرة منحصرة بين قوس ووطر ايه دي الوطر ودي القوس ايه دي الوطر اللي هي داية يبقى دي اسمها ايه القطعة الدائرية القطعة الدائرية طيب اما نيجي نبص بقى على القطعة الدائرية بيقول انها جزء من الشكل طيب احنا خلاص عرفنا مساحة القطاع الدائري طيب كويس اما للقطعة تيجي ازاي ما احنا ما تقسم القطاع الدائرية يا جماعة بقى عبارة عن مسلس وقطعة صغيرة يبقى انا هقول القطاع الدائرية ايوه يعني ايه يعني مساحة القطاع الدائرية طيب ممكن يا مستر نكتبها نكتبها هنقول مساحة القطعة الدائرية بتساوي بتساوي ايه بتساوي مساحة القطاع مساحة القطاع اللي هي ايه اللي هي طه نق تربيع مساحة الدائرة في نون على تلتمائة وستين ناقص ايوه ناقص ايه بقى ناقص المسلس ناقص مساحة المسلس طيب يا مستر المسلس ده احنا مش عارفينه مسلس متساوي الساقين ازاي نيجي نوضح بالظب المسلس اللي عندنا متساوي الساقين ولا مش متساوي الساقين طبعا اكيد متساوي الساقين ليه ببساطة يا جماعة ان نصف القط اللي عامل القطاع الدائري كله معلوم يعني ايه معلوم يعني انا عارف نصف القطر طوله كان بتاع الدائرة قد يكون مثلا القطر كله اربعة يبقى نصف القطر اتنين طب وهو برضو نصف القطر الاخر ايه نصف القطر الاخر ايه برضو اتنين اه يبقى متساوي ايه متساوي الساقين مسلس متساوي الساقين طب الوطر هيكون مديني طوله طبعا لازم يكون مديك طول الوطر طيب كويس كده يبقى احنا عرفنا عرفنا القطع الدائرية بتيجي ازاي بنقول مساحة القطاع الدائري ناقص مساحة الايه المسلس والمسلس اللي هو هيبقى قانونه قاف في عين في نص اوقاف في عين على اتنين طيب خلاص كده عرفنا القطع الدائرية والقطاع الدائري ننتقل للشكل التالت اللي بقول لي عليه عبارة عن دائرتين داخلين فبع بس ايه نشوفه قدام عينينا اكتر اللي هو الشكل الايه التالت دوت عبارة عن دائرة كبرى بداخلها دائرة صغرى طيب نبدأ نتخيل كده يا جماعة لان طبعا احنا عارفين ان مادة التخطيط بتتميز بعملية التخيل ان انا اتخيل الشكل ده عبارة عن دائرتين فبعض طيب كويس جدا طيب وفي عندي نصفي قطر ادي نصف قطر ودي نصف قطر طيب نصفي القطر دول مرين بالدائرتين مرين بالايه بالدائرتين يبقى عملوا ايه ايوة نتخيل كده لو فكنا الدائرتين من بعضهم هنجد ان دائرة فيها قطاع دائري ودائرة اخرى فيها قطاع دائري ولكن واحد كدير واحد ايوة واحد صغير طيب انا عاوز مساحة شبه المنحرف الدائري الله يعني يا هو ده يا مستر شبه منحرف دائري طبعا ده اسمه شبه منحرف دائري اسمه شبه منحرف ايه دائري يبقى شبه المنحرف الدائري منحصر بين قوسي دائرتين بين قوسين ايه دائرتين اتنين او ممكن ان احنا نقول عبارة عن قطاع دائري كبير مع قطاع دائري صغير بداخله قطاع دائري ايه صغير فخلق لي الجزء اللي هو منحصر بين القوسين الخاصين بالدائرتين فاحنا عندنا دلوقتي ادي الدائرة الكبيرة ودي الدائرة الصغيرة وطبعا ده مركز مشترك فيه الدائرتين اهو ناخد فاصل زي ما احنا كنا بنقول دلوقتي ان مساحة شبه المنحرف الدائري شبه المنحرف الدائري اللي هو طبعا ادي نصفي قطر ومارر بالدائرتين الصغيرة والكبيرة ودي نصف القطر التاني ومشتركين لاتنين في ايه ايوا في زاوية القطاع في زاوية الايه القطاع سواء القطاع الكبير او القطاع الصغير طيب مديني الجزء ده الجزء المنحصر ده يعتبر اسمه ايه شبه منحرف دائري شبه منحرف دائري طب كويس احنا لسه بنقول ان عبارة عن قطاع دائري كبير وقطاع دائري صغير ايوه سمع واحد بيقول له خلاص يبقى احنا هنجيب القطاع مساحة القطاع الدائري الكبير ونترح منه الصغير بسيطة تمام يبقى هنقول مساحة شبه المنحرف الدائري بتساوي ايوه طه نق تربية ايوه مساحة الدائرة هي الكبيرة في نون على تلتمية وستين درجة كويس ده ايه ده القطاع الدائري الايه الكبير ناق ايوه طه نق تربيع في نون على تلتمية وستين درجة اه ده القطاع الايه الصغير يبقى انا بجيب مساحة القطاع الكبير واطرح منه مساحة القطاع الصغير كويس جيد طيب يبقى احنا كده عرفنا ايه شبه المنحرف الدائري فاضل ايه فاضل عندنا شكل من الاشكال اسمه السطح الحلقي السطح الحلقي الدائرة اللي قدامنا دي الدائرتين اللي قدامنا دول يعتبر شبه المنحرف ده جزء من سطح الحلقي جزء طيب اما السطح الحلقي ايه عبارة عن دائرة كبرى بداخلها دائرة صغرى والجزء المنحصر بينهم بيعرف بايه بالسطح الحلقي طيب ما هي مستر سهل زي ما احنا جبنا القطاع الكبير وطرحنا منه القطاع الصغير هنا هنقول مساحة الدائرة الكبيرة ناقص مساحة الدائرة الصغيرة يبقى جبنا مساحة ايه ايوه مساحة السطح الحلقي يبقى مساحة السطح الحلقي بتساوي طه نق تربيع الكبيرة ناقص طه نق تربيع الصغيرة او شط كده يبقى احنا تناولنا الاشكال الهندسية المسطحة نبدأ نطبق عليها شكل بسيط كده مع بعضينا بيقول لي مؤيسة لوحدة زخرفية يراد دهانها الوحدة الزخرفية دي مصنوعة من الخشب عاوز يدهن عدد حوالي 15 وحدة منها طيب انا علشان ادهن الوحدة دي لازم اجيب مساحة الاشكال بيقول لي ايه ملحوظة تنزيل الفراغات اذا فيها فراغات طيب احنا عاوزين نعرف بقى ايه الفراغات دي وايه التنزيلات دي طيب نبدأ نشوف المؤيسة قدامنا هي عبارة عن شكل مسطح ملوش سمك ملوش سمك طيب كويس او المطلوب ايجاد مساحته المطلوب ايجاد مساحته طيب لو احنا خدنا بنا قاندنا قادي الشكل اللي قدامنا دوت عبارة عن اي واسم واحد بيقول ليه مستطيل طيب ماشي والشكل الكبير ده ايوه شبه منحرف طيب والنحيا دي ده ده مستطيل زيه طيب وفوق مستطيل طيب ودي ايه عبارة عن دائرة ما نقدرش نقول اكتر من انها دائرة كويس جدا طيب ايه الاشكال اللي في النص دي عبارة عن فراغات ادي مسلس ادي مسلس ودي ايه مربع ودي مربع طيب والاشكال اللي تحت دي ده عبارة عن مسدس ايوه من المضلع المنتظم وده مخمس طيب كويس طيب ما فيش عليهم ابعاد لا يا مستر هو مدهالي لو هو مش مديني الابعاد يبقى مش اجيبهم يبقى مش يطلبهم مني طيب كويس جدا يا دي مديني الابعاد بيقول لي طول دلع الفراغ المربع خمسين من مية من المتر المربع وبرضو طول القعدة للفراغ المسلس بيقول لي واحد خمسة وسبعين من مية وارتفاعه واحد تسعين من مية كويس طيب وبقول لي طول دلع الفراغ المضلع المنتظم ستين من مية الله يعني ده سيبه مفتوحة يعني ما قاليش بالنسبة للمضلع المنتظم سواء المخمس او المسدس اه ما هو الضلع طوله ستين سنتي سواء في المخمس او في المسدس كويس جدا طيب احنا عاوزين نجيب المساح نبدأ نتناولها اما يبقى قدامنا كده ده مستطيل سامع واحد بيقول لي يا المستطيل الطول في العرض طيب احنا يا مستر معرفناش هو طالب مساحتها من الامام والخلف ولا من جهة واحدة لا هو عاوز من جهة واحدة اللي هتبقى ظهرة في واجهة المحل طيب يبقى هنجيب مساحة واجهة من الامام طيب ده مستطيل الطول في العرض كويس جدا طيب هو مستطيل واحد لا اتنين ادي واحد من ناحية التانية كويس يبقى عدد ايه اتنين يبقى نقوله الطول في العرض وفي خانة العدد في الجدول اللي هنشوفه دلوقتي نكتب العدد اتنين طيب بعد كده عندنا الشكل ايه ده سامع واحد بيقول لي الشاب هنحرف كويس جدا الشاب هنحرف مديني القاعدة الكبيرة ومديني القاعدة الصغيرة طيب القاعدة الكبيرة كام نبص كده اه ده شايلي متر من هنا وشايلي متر من هنا اه وبيقول لي ان كل دي كام ادي تلاتة وتلاتة وتنين يعني تمانية طيب نشيل اتنين من هنا يبقى القاعدة بتاعت الشاب هنحرف الكبيرة كام ستة طيب والصغيرة الصغيرة احنا عارفين الجزء ده كام من اول هنا لغاية هنا اتنين طيب والجزء ده كام واحد عشرين وده زيوا واحد عشرين يبقى واحد عشرين واحد عشرين يبقى كام اتنين اربعين اتنين اربعين واتنين يبقى اربعة يبقى اربعة اربعين من مية يبقى القاعدة الكبيرة عندنا ستة والقاعدة الصغيرة اربعة اربعين طيب والارتفاع ما هو الارتفاع قدامنا هو قلنا اتفقنا انه هو العمودي على القاعدة ايه كام ادي اتنين ونص ودي واحد ونص يبقوا كام يبقوا اربعة يبقى اما نيجي نجيب المساحة هنقول ايه قاف زائد قاف شرطة على اتنين ايوة في عين اللي هو الارتفاع كويس جدا طيب نبدأ نجيب مساحة الشكل يبقى عندنا اربعة اربعين زائد ستة في اربعة في اربعة صح كده لا يا مسترم الصح القانون عاوزين نطبقه صح يبقى نخلي بنا يا جماعة لان الناس عاد بتعمل الخطوة دي كده اللي هي القاعدة الكبيرة زائد القاعدة الصغيرة في عين على طول وبعد كده تقسم كله على اتنين لا غلط لا انت بتعمل الحد الاول يعني القاعدة الكبيرة زائد القاعدة الصغيرة على اتنين والنتج اللي اطلع في الارتفاع في ايه الارتفاع كويس طيب ايه با احنا خلاص كده جبنا مساحة شابر المحارف ننتقل ليه المستطيل ايوة طول في العرض خلاص بقى احنا عرفنا انه هو عرضه واحد وطوله كام اتنين يبقى اتنين في واحد كويس طيب بعد كده عندنا مساحة الايه الدايرة اللي هي قدامنا عبارة عن نصف قطرها هو مدين القطر كله اتنين يبقى نصف القطر كام واحد مساحة الدايرة ايه ايوة طهنق تربية طهنق تربية بكده طبعا احنا تنولنا المؤيسة بالكامل وطبعا انا شرحتها ووضحتها يريد طبعا الناس تبدأ تطبق مجموعة القوانين اللي احنا خدناها علشان نبدأ نحل مجموعة مؤيسات مع بعضينا ونبدأ نتعرف على التنزيلات اللي هي الفراغات اللي احنا لازم نشيلها وفي الغالب التنزيلات دي بتبعى الاجزاء المخفية اللي لا يمكن دهانها او تطبيق اي دهان من الدهانات عليها طيب طبعا انا عاوز اوريكو الجدول برضو علشان تشوفوه اه الجدول قدام عينينا هوا اه طبعا الجدول اللي احنا بنحل فيه المؤيسة بتاعتنا ولازم نكون البند ده مكتوب البند الاول بالمتر المسطح توريد وديهان وحدة زخروفية مصنوعة من الخشب بديهان اللكيه المط المط فيه طبعا بنود الجدول بند بيان اعمال الوحدة الكمية طول عرض ارتفاع تحت المؤيسات اه اجمالي الجزئية التنزيل اجمالي او المساحة المراد تطبيق الديهان عليها او اللي هي المساحة الصافية بعد كده بعد ما بنجيب مساحة وحدة وحدة بنقول اللي هو البند التاني لزوم دهان عدد طبعا خمستاشر وحدة بنضربه في الصافي بتاع الايه المساحة للوحدة الوحدة وبكده نكون انتهينا من حلقتنا على امل اللقاء الاسبوع القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة